تقوم الدولة بجهود حثيثة لدفع خطة التنمية في الصعيد من خلال تنفيذ مشروعات تساهم في رفع مستويات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في هذا الإطار أنشأت الدولة المصرية هيئة تنمية الصعيد عام 2018 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على مدار السنوات الماضية شهد الصعيد مشروعات تنموية ضخمة وفق خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير فرص عمل وبنية تحتية قوية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتوجه الدولة لتنمية الصعيد ومنذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هيئة تنمية الصعيد في عام 2018 شهدت محافظة الصعيد اهتماماً كبيراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ففيما يخص المحور الاجتماعي شهدت محافظة الصعيد تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وعلى رأسها مشروع تنمية قرى وادي كاركر لأهالي نوبا بأسوانة والذي يشهد تنفيذ مشغل للحرف التراثية ومحطة وخزان المياه ومركز للشباب وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم بالفيوم ليصبح أول موقف نقل ركاب ذكي بمحافظة الصعيد ليتسعى لنحو 180 سيارة ويضم 40 محلاً تجارياً وتسعة عشر مكتباً إدارياً إلى جانب تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي لإنتاج السجاد بقرية ديسيا بالفيوم ضمن جهود الحفاظ على الحرف التراثية من أجل تعزيز قدرات أصحاب الحرف اليدوية والترويج لتلك المنتجات في المعارض المحلية والدولية ويتيح نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما شهد صعيد مصر أيضاً تنفيذ ثلاثة مجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع تزويدها بالمعدات وتدريب العاملين في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص العمل لرفع مستوى المعيشة بالصعيد ويقع المجمع الأول بقرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان والثاني في قرية رمادي قبلي بمركز إدفو بأسوان والثالث بقرية بني واصل بمركز ساقلتة بسوهاجة ويضم كل مجمع حرفي ثلاثين ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفيما يتعلق بالمحور الزراعي تم تنفيذ عدة مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية وتتضمن تلك المشروعات إنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكمومبو بأسوان بواقع عشرة ملايين شتلة في الموسم الواحد في إطار من ترشيد استخدامات مياه الري وخفض التكاليف وكذا مشروع رفع كفاءة وتطوير مزرعة الدواجن التكاملية بقرية العزب بالفيوم لإنتاج 240 ألف طائر في الدورة الواحدة من سلالات الدواجن الأصيلة واتصالاً بالمحور الزراعي تقوم هيئة تنمية الصعيد برفع كفاءة وتشغيل مزرعة الدواجن والمجزر الآلي بقرية المطهرب أبو قرقاس بالمينيا بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.8 مليون طائر سنوياً بالإضافة إلى إنشاء مجمع دواجن تكاملي بقرية بنبان بمركز دراوب أسوان بطاقة إجمالية تبلغ 450 ألف طائر سنوياً فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمحافظة سوهاج بهدف تدعيم المزارعين بالرعاية البيطرية وزيادة الإنتاج الحيوانية هذا إلى جانب مشروع استصلاح واستزراع مساحة 1600 فندان بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد والذي يتيح نحو 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بهدف دفع خطة التنمية في الصعيد تقوم الدولة بجهودها لتنفيذ مشروعات تساهم في رفع مستويات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين